اشتركوا في القناة صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام معبر إذاعتكم المتميزة دائما وتميزها يأتي منكم مستمعين إذاعة نور دبي إذن أرقام التواصل معنا نخبركم عنها بعد بعد من راح بفريق عمل البرنامج معنا في اعداد هذه الحلقة يوسف سعد في الأخراج عيسى سبيل هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي اليوم ما نتحدث بشكل كبير عن منتدى دبي الصحي الحدث الصحي الأبرز في المنطقة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اليومين القادمين إذن قبل ذلك خلونا نتطرق إلى فقرتنا التوعوية التغذوية والتي دائما ما نطرحها اليوم عنوان الفقرة الإمساك عند الأطفال بتخبرنا عنها خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي خدتنا أمل إبراهيم ياقوت صبح شر الله بالخير أمل صباح النور يا هلا اليوم اللي حابي شاركنا على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة الإمساك عند الأطفال قد تكون مشكلة شائعة بشكل كبير عند يعني أولياء الأمور أطفالهم يضربهم إمساك خاصة في نمط الغذاء الغير صحي اللي نحن نعيشه في هذه الأيام اختي أمل فشو عندتش اليوم بخصوص هذا الموضوع صح مثل ما تطرق تخوي محمود المشكلة هذه منتشرة عندنا هنا بين الأطفال وأحد أهم الأسباب هذه هي تغير النظام الغذائي للطفل خاصة عندما يتحول الطفل من اعتماد الكلية على حليب الأم إلى الاعتماد على الأطعمة الصلبة ثاني سبب من الأسباب هي الحساسية من لبن الأبقار ومنتجات الألبان أيضا وكثرت تناولها بالنسبة للطفل وللوراثة أيضا دور كبير في عملية الإمساك بالإضافة إلى بعض الأدوية التي قد يصفها الطبيب للطفل ولا ننسى طبعا التغيرات في الرونتين للطفل مثل الإجهاد مثل السفر خاصة عندما يدخل الطفل مرحلة المدرسية أو أول يوم له في الدراسة الشعب يتوتر فهذا يؤثر على الطفل ممتاز طيب أنا أريد أن أسألت شغلة الوراثة لها عوامل شو تقصدين فيها الوراثة مثلا إذا كان الأم أو الأبو يعانون من نفس المشكلة ممكن أن تنتقل إلى يعني مظاهر الإمساك وهذه ممكن تنتقل عند الأطفال بالوراثة بالتاريخ المرضي العائلي نعم أوكي طيب الحين نحن نتكلم عن يعني وجبات سريعة نتكلم عن الحلويات والتبس اللي ممكن يأخذونا من الدكان وهذه مشكلة تصادف جميع ولياء الأمور أن الأطفال عندهم رغبة بشكل كبير في تناول مثل هذه الحلويات مثل هذه الأطعمة اللي قد تكون ضارة وقد تسبب مشاكل كثيرة في الهضم عسر الهضم وغيرها من الأمور فهني أريد أن تكلم عن هذا الموضوع أختي أمل أكيد الوجبات السريعة العدم منها والأغضية الصحية قد يؤثر بشكل كبير على الطفل فبالنسبة للبديل الغذائي للإمساك هو زيادة نسبة الألياف في وجبة الطفل الاتماد على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة وهنا يأتي دور الأولياء الأمور أن نشجع أطفالنا على تناول أو كيف أقدر أشجعهم كيف أقدر أشجعهم كيف أقدر أشجعهم كيف أقدر أشجعهم في الحقيقة الغذائية أوكي للمدرسة يعني مثلا الجزر صغير خيار صغير العنب الفراولة الحوف هاكرها فواكه وخضروات غنية بالألياف المشكلة ما يحبونها الصغارية كيف أقدر أحب بهم مثلا تحط له العنب العنب صغير فسهل أني أكله تفضاح تقصد بشكل مثلا بقلوب بشكل نجمة شكل يعني شجع أني أكله وخلى دايما دايما جدام الطفل فضروات الفواكه دايما تكون متواجدة في البيت جميل طيب هل هذا يعني ممكن أقول أن أمنع تماما من الحلويات الأخرى من الأمور الأخرى أنا ما أقدر أمنع أطفال طبعا ما تقدر طبعا ما تقدر تمنع بشكل اللي بيغافل وبيأكل أولا أنك تقلل أو تحاول أنك ما تستري في البيت طيب بالنسبة لنصايح الأخرى اللي ممكن توجهين الحين ما بقول هذا لأولياء الأمور في حال أن صار عند الطفل أمساك شو المفروض يسوي أولا أن يشوف النمط الغذائي حتى الطفل شو تعطيه أسا من أكل تحاول تغير تحاول تدخل فيه بشكل تدريجي طبعا الألياف اللي ذكرتها هي الخضروات والفواكه وتشجع الأولياء والابتعاد عن طبعا العصار المصنعة زاعد أن نعجز المشاط البدني والحركة عند الطفل نكون دائما الطفل حركي هذه كلها تساهم في التقليل من الأمساك عند الأطفال طيب كل ما أخير تبغي أن توجهينا قبل ما يختم معات اختي أمل شكرا لك أخو المحمود وإن شاء الله نحاول بشكل كبير أن نقلل هذه الظواهر الشلبية أو العادات التي يتبعها الأطفال ونحاول أن نخلي الطفل صحي حق مستقبلا يعني شكرا لك أختي أمل إبراهيم يقوت غصائية التغذية العلاجية في صحة بدبي كانت تحدث عن أمساك عند الأطفال طبعا مستمعينا يعني نتكلم عن تحفيز وأيضا تقويم سلوكيات الأطفال هي مسؤولية تقع بشكل كبير على أولياء الأمور يا جماعة الخير هذه العملية جدا مهمة أنك أنت تهتم بصحة أطفالك منذ الصغر فإذا قدرت أنك تقوم سلوكياتهم بمعنى يا أخي خليك أو خليت يعني منتبه حق العادات والسلوكيات عند الأطفال اغرسوا عندهم هذه السلوكيات الحوار مع الطفل عاملة يعني بشكل جيد الطفل ترى مخلوق تقدر أنك تدرب يعني فيه ناس يدربون اللقطاء ويدربون تشلاب ونتم بكرامة الطفل يعني عاقل إنسان عاقل تقدر أنك تدرب وتعطيه السلوكيات اللي أنت تحتاج ولكن هي مجرد شوية اهتمام أكثر عدم الاعتماد على العمالة المساعدة من جهة خاصة في تربية الطفل وسلوكيات الأطفال اثنين أنت قاعد تستثمر في صحة الطفل هذا وتستثمر في مستقبل الفكرة مو بني أنا أأمن للألعاب وأأمن للثياب لا أنا لازم أقوم سلوك ساعات يعني البارحة البارحة والبارحة تمس شفت الصغرية قاعدين ياكلون ويلعبون في الأكل بصراحة يقيت بالمخ كلمتم راويتم شوية فيديوهات نزين لناس يعني مساكين مبلاغين أكل مبلاغين كذا قلتم شوفوا هذين الناس موجودين عندنا نحن إذا استمرنا بهذا الشكل الأكل هذا يسير نلعب فيه بهذه الطريقة ممكن أن رب العالمين يعاقبنا على البطرة هذه ممكن هذا يسمونه في الإسراف ممكن نحن نوصل مثلهم فلازم نحن نقدر النعمة هذه ولازم نحن نستثمر وأيضا أحد منهم يحب يلعب كورة أحد منهم يحب كذا أنت تبغي تبني لك جسم قوي عشان يساعدك أنك أنت تلعب وتكون أقوى من ربعك وأقوى من الناس اللي حواليك مثل هذه الأمور محفزات للأطفال أنك أنت ممكن تعطيه نموذج جيد تعطيه رؤية واضحة للشيء ما بني أنا أقول له لا تلعب النعمة ولا لازم تاكل نزيل ليش شرح له ليش بين له الأسباب بين له كذا أتعب شوية في عملية أنك قدت توصل له الفكرة اللي اللي تبغي توصلها فيه وايد وايد أمور الواحد ممكن يسويها في هذا المجال عموما موضوع كبير ويحتاج خصائيين يتكلمون فيه بشكل يعني أكثر أسهابا في هذا الموضوع عموما نطلع فاصل بعد الفاصل مستمعين ما نتواصل معاكم فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن مستمعين يوم غد بإذن الله ينطلق بمركز دبي التجاري العالمي أو تنطلق فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى دبي الصحي بمشاركة من نخبة من القيادات الصحية من طباخ براس نعقرار من مختلف دول العالم هذا المنتدى الذي يقام برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد والراشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إذن سبع محاور رئيسية سوف تطرح في هذا المنتدى ما نتحدث عنها هذه السبع محاور ولكن فيه واحد من البرامج الجميلة اللي مطروحة في هذا المنتدى برامج خاصة بالوقاية وأنماط الحياة هنا معايا عبر الهاتف الدكتورة بدرية الحرمي بتكلمني عن هذه البرامج وعن مشاركتها في المنتدى وبعدها منسهب في الحديث عن المحاور وأيضا الأمور اللي راح يتميز بها أو تتميز بها هذه الدورة صبحت الله بالخير دكتور بدرية صباحكم الله بالخير والسرور محمود وصباح الحب والسعادة عليكم يا هلا خبرين عن مشاركتك في منتدى دبي الصحي طبعا نحن أنا في البجاية أحب أقول أن نحن سعيدين جدا بالطلاق الدورة التالسة لمنتدى دبي الصحي وطبعا إن شاء الله بيكون باطر وبعد يا محمود نحن بحمسيلة وائد دكتورة شو صار في الخط في مشكلة في الخط ما أسمعتش دكتورة إذا تسمعيني أخاف الشاب كالبلوتوث ما للسيارة يمكن على سفتي ما تسمعينها عموة ما نحاول نتصفها ها موجودة دكتورة ها تسمعين الحين أنا أسمعك بس راح الصوت عننا اي تفضلي نزيل فإحنا نقول يا محمود نحن سلن جدا سعيدين ومتحمسين لهذا المنتدى لأن حقيقة مثل ما عودتنا هيئة الصحة في دبي وعودنا الجديد سواء كان في مجال الابتكار سواء كان في مجال التكنولوجيا والسنة بعد عن الصحة العامة وغيرها طبعا من المجالات التي تقص جميع الخبراء الصحيين والمتخصصين والعملية في المجال الصحي طبعا في المتدى هذا نحن نتكلم عن برنامج الوقاية واسلوب الحياة الصحية هذا البرنامج واحد من أهم الركائز استراتيجية دبي الصحية 2021 هذا البرنامج الذي يهدف للترويج للصحة اتباع عن ماط الحياة الصحية بهدف الوقاية من الأمراض والتقليل من عددات الإصابة كذلك التقليل من عوامل الاختطار وراح نتكلم زيادة بعد عن مخرجات هذا البرنامج راح نتكلم بعد عن أهم السياسات المتعلقة بالصحة العامة والمبثقة بعد من هذا البرنامج وراح بعد نعرض كذلك المبادرات الاستراتيجية المتعلقة بهذا البرنامج نحن نتمنى لكم التوفيق دكتورة بدرية أنا أدري أنت عندك اجتماع ونحن اتصلنا فيه بس قلنا ناخذ كلمة سريعة من عندك بخصوص هذا المنتدى كل الشكر لك ونتمنى لكم التوفيق شكرا جزيلا ونتمنى لكم ونتمنى بعد الجميع اللي يسمعونا بعد عبر إداعتنا المتميزة وبرنامجكم المتميز وحو سعادة نتمنى لجميع المشاركة واللي اللي بعده ما شارك يشارك لأن متدد بيض صحي هي فرصة للتواصل مع جميع الأطباء والباحثين والعلماء اللي من جميع أنواع يعني أنحاء العالم واللي كل الناس اللي يدورون الجديد شكرا إن شاء الله شكرا دكتورة بدرية إذن الآن تنضم لي في الستوديو الدكتورة منال تريا من مدير التنفيذ للقطاع الرعاية الصحية الأولية دكتورة نقولكم مبروك مقدما على تنظيمكم لمنتدى دبي الصحي سبع محاور وعندكم ما شاء الله في هذه الدورة 1500 مشارك 42 متحدث من 15 دولة المنتدى بيبتدي أعماله من تاريخ 21 وبيستمر حد 22 يناير طبعا في عندكم في هذا المنتدى عرض لآخر الابتكارات والتقنيات الصحية اليوم أنا بغير تحدث عن المشاركين في هذا المنتدى يعني مستوى المتحدثين في هذا المنتدى والجديد في الدورة الثالثة فضل لدكتورة أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام طبعا المنتدى هذا العام مثل ما اتفضلته في عدد كبير من المشاركين ومن العارضين في المعرض المصاحب للمنتدى في عندنا مؤسسات دولية مشاركة مثل البرنامج الوطني للجينوم في ثلاث دول بريطانيا وفرنسا وفي السعودية وفي بعد عندنا الفريق الدكتور الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة اللي بيشرفنا بجلسة أثناء المنتدى ليطرح علينا يعني ما توصلت لمملكة البحرين في سعيها لتحقيق النظام التأمين الصحي الوطني وفي عندنا عدد من الوزراء اللي مشاركين في المنتدى مثل وزيرة الصحة من ولاية كيرلا في الهند واللي راح تسلط وضوع على إعادة بناء البنية التحتية للصحة بعد الفيضانات اللي شهدتها الولاية العام الماضي وفي نفس الوقت هي حابة تزور بعض المنشآت الصحية اللي تابع لهيئة الصحة في دبي والقطاع الخاص في إمارة دبي للتعرف على آخر التقنيات اللي وصلت لها إمارة دبي في تقديم الخدمات الصحية عشان يتكون إمارة دبي مثل المرجع لهم أثناء إعادة بناء القطاع الصحي في ولايتهم في نفس الوقت بعد أو في نفس اليوم عفوا في عندنا وزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة اللبناني اللي راح يكون ضيفنا في المنتدى أيضا للحديث عن كيف تمكنت الدولة لبنان في الحفاظ على الصحة العامة مع نزوح اللاجئين إليها وكيف يحافظون على سلامتهم وصحتهم طبعا أيضا عندنا متحدث من التحالف الدولي لللقاحات والتحصين العام هذا أعلنوا عن وصولهم إلى عدد كبير تجاوز 60 مليون طفل من اللي تم تحصينهم ورح يسلطون الضوء على هذه الإنجازات وعلى التحديات اللي تواجههم في بعض الدول اللي قد يكون تكون الثقافة عندهم مش مكتملة من ناحية التحصين أو التطعيمات وأيضا رح يكون عندنا تواجد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورح يركزون على محورين اللي هو الاقتصاد الصحي وأيضا التوازن بين الجنسين في مجال الصحة رح يكون في عندنا متحدثين من البنك الدولي ووكالة ناسا الدولية ووزارة الصحة طبعا في مثل ما ذكرنا في عديد من الدول لكن الجدير بالذكر اللي ما ذكرنا في لقاءات سابقة هو أن رح يكون في عندنا جلسة الميت موجه وهذا العام تم التعاون مع وزيرة الشباب معالي شمال مزروعي الله يحفظه وكان تعاون دايما كل سنة نحن نشهده في المنتدى تعاون مثمر والسنة هاي رح يستضيف جلسة الميت موجه معالي حميد القطامي اللي رح يحدثنا عن إنجازاته مسيرة المهنية ويشجع من خلال هالشباب على يعني المبادئ الأساسية للنجاح في المجال الصحة أو أي مجال ثاني جميل أنا في الكثير من المحاور عندي في هذا المنتدى دكتورة أبغي تطرق لها يعني بستغل وجودك معان مدام نحن سحبنات وأدري عند الجدول مزدحم اليوم من الأعمال بما أن خلاص نحن يعني ساعات قليلة وسوف تنطلق أعمال المنتدى ولكن هناك تحضيرات كثيرة ما قبل هذه السويعات بس سامحينما ناخذ من وقت تزيادة دكتورة نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله بنتواصل المستمعين على 600551414 أو عن طريق رسالة نصية على 4006 للي حاب يشاركنا أو يستفسر عن أي موضوع خاص بهذا المنتدى نحن نتواصل معاكم فاصل وراجعين صحة وسعادة متواصلي معاكم مرة أخرى مستمعين الكرام عبر برنامج صحة وسعادة هذا البرنامج الذي قدم لكم هيئة الصحة في دبي عبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي وما زلنا في صدد الحديث عن الحدث الصحي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا وهو منتدى دبي الصحي في دورته الثالثة مستمعين الكرام الكثير من المواضيع التي سوف تطرح من خلال هذا المنتدى ما تزال معانا في السوديو دكتورة منال تريم المدير التنفيذي في قطاع الرعاية الصحية الأولية نكمل معانا الحوار دكتورة ولكن خلينا ناخذ هذه المداخلة من دكتورة حمدة المسمار حول مشاركته في المنتدى ضمن مبادرة صحة الفم والأسنان صبحت الله بالخير دكتورة حمدة بالنور والسرور هلقوا يا محمود نبغي نعرف شو هي طبيعة الجلسة والمشاركة من عندك في منتدى دبي الصحي السلام عليكم صباح الخير إن شاء الله نحن نقدم جلسة تعريفية بالبرنامج الوطني والسراتيجي بصحة الفم والأسنان هذا البرنامج هو أحد البرامج السراتيجية التي أطلقتها هيئة الصحة بالبي في عام 2016 وجاري العمل عليها حتى الآن هذا البرنامج يهدف إلى توعية المجتمع حول أهمية تحسين صحة الفم والأسنان من خلال تنفيذ أربع مبادرات استراتيجية مبادرتين منهم يشملون تطوير البرامج التوعوية والوقائية والمسح الفموي والمبادرة الثالثة هي عبارة عن تطوير البروتوكولات الخاصة بصحة الفم والأسنان لضمان جودة العمل المقدم وسلامة المغلاء جميل المبادرة الرابعة برعا تقديم الحلول الابتكارية لتطوير وتحسين المنظومة الوقائية والعلاجية لخدمات الأسنان الجلسة بتكون تعريفية حول هذه المحاور جميل جدا وجود مثل هذه الجلسة يكيد فيها عملية تبادل للمعرفة والخبرات جميل جدا هذه المشاركة دكتور الحمد نتمنى لكم التوفيق غدا إن شاء الله ونسلط الضوء أكثر على هذه المبادرة ومبادرة صحة الفهم والإسلام لأن من المبادرات المهمة جدا على مستوى إمارة دبي وأيضا مناخذ من عندكم من آخر النتائج حول هذه المبادرة في المستقبل القريب شكرا شكرا جزيلا إذن نرجع للستوديو دكتورة منال يعني أنا لاحظت أنكم أنتم أيضا من خلال هذا المنتدى العالمي يعني قدرتونكم أنتم تعملون يعني منظومة جميلة إذا سميتها بسنفونية سنفونية سنفونية رائعة ما بين يعني استقطاب هذه القامات العالمية والقادة العالمية في مجال الصحة وأيضا ما أغفلتم وجود العديد من المبادرات والمتحدثين في هيئة الصحة بدبي اللي جاءوا ليعرضوا مثل هذه الجلسات وأيضا على مستوى دولة الإمارات كذلك هناك العديد من الوزراء بيتكلمون والعديد من صناع القرار على مستوى دولة الإمارات كذلك موجودين في هذا المنتدى منظومة جميلة جدا نبغي نسلط الضوء أكثر على بعض الجوانب اللي ما ذكرناها دكتورة نحن طبعا في منتدى دبي الصحي نحن ما نتطرق فقط للأمور الطبية لكن أيضا الأمور أو المجالات المتعددة اللي تخص الصحة بشكل عام فبنستضيف إن شاء الله معالي الدكتور ثاني زيودي وزير التغيير المناخي والبيئة بيتكلم معالنا عن التغيرات البيئية وتأثيرها على الصحة العامة وأيضا رح يكون في عندنا جلسات لأهداف التنمية المستدامة وفي عندنا متحدث من أغندا اللي هو فاز السن اللي فاتت بجائزة من منظمة دولية على أساس أنه بتكر طريقة جديدة أو ذكية لأنظمة الصرف الصحي في أغندا وبشكل غير مباشر أثر على الصحة العامة صحة الناس بالضبط ففيه تنوع كبير في المنتدى وطبعا في عندنا جلسات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اللي راح تتطرق إلى التوازن بين الجنسين في المجال الصحي من ناحية توفير الخدمات الصحية يكون في توازن بين الجنسين وأيضا من ناحية الفرص التعليم للطاقم الطبي أن تكون في فرص تعليم متساوية يكون في فرص توظيف متساوية بين الجنسين وأيضا المكافآت اللي قد يحصل عليها الأطباء والممرضين وكل العاملين في القطاع الطبي أن تكون في توازن بين الجنسين والجدير بالذكر في هذه النقطة أن الحمد الله نحن عندنا في دولة الإمارات حققنا هذا الهدف لكن في دول ثاني متقدمة مثل الولايات المتحدة وغيرها ما زالوا يعانون من مشكلة التوازن بين الجنسين حتى في المعاشات فنحن متفوقين عليهم لله الحمد وهذا بفضل قيادتنا الرشيدة اللي ما تفرق طبعا وحلو أن نحن نستضيفهم عشان نراويهم هاي الإنجازات جميل يعني معاشات الحريمة حينك تعال رياية ما في فرق يعني التفرقة ما تكون مبنية على الجنس لكن التفرقة مبنية على الأداء وعلى التعليم جميل دكتورة أنا أبغي أتكلم كذلك عن يعني عندكم بعض اللمسات الجميلة في هذا المنتدى من خلال استضافة العديد من الفنانين كذلك استعراض تجاربهم فأبغي أتكلم عن هذا الجانب كذلك دكتورة نحن في عدنا جلسة بنستضيف فيها الفنان اللبناني إليسا خوري طبعا مثل ما أنتم عارفين أن إليسا أعلنت قريبا كان إصابتها بمرض سرطان سادة الله يعافيها ويعافي كل المستمعين وكان لها تجربة جدا جميلة الحلو في تجربتها أن نحن كأطباء دايما نشوف أنه لما الشخص يشخص بمرض مزمن سواء كان سرطان أو غيره أول شيء يتعرض له صدمة ثاني شيء العزلة العزلة الذاتية وأنا أقول العزلة الذاتية لأن كثير من الحالات نشوفهم تلقائيا يعزلون نفسهم عن المجتمع وهذا جدا مضر لمسار العلاج اللي سوت الفنانة إليسا وهي موثقة هالشيء بفيديو كلب عرضته أنه كان طبيبها اللي عالجها مثل ما تقول يلومها ويقول أنت عندك سرطان أنت شو تعتقدين تحرين السرطان شيء هين ولا شيء بسيط يقعدي في البيت مع هذا أنه ما سمعت كلامه ما سمعت نصيحة الطبيب وكثرت من أعمالها حتى إذا المستمعين يذكرون كان في حادثة تعرضت لها السنة اللي فاتت إليسا لما غنت في دبي وفقدت الوعي على المسرح هي كانت نفس اليوم ما أخذ الصبح الجرع الكيماوي وبعدين يتسافرت من لبنان ويت الدبي عشان تقدم في مسرح القرية العالمية على ما أذكر وتعرضت إلى هذه النكسة أو الوعكة الصحية بس الحلو في قصتها أن هي كانت دائما حريصة على أن شغلها ما يتأثر ما أخذت إجازة طويل وقعدت في البيت لسبب واحد إحنا ما ننصح بعدم أخذ قصت من الراحة أو بعدم أخذ الإجازات ولكن دائما ننصح المرضى أن إذا تعرضت لا سمح الله لأي مرض كان مزمن أو مرض بسيط الراحة مهمة لكن العزلة يعني يطلر تزيد لهذا الصحة النفسية دائما دكتور الوحل ينظر للموه على هذا الطريق دكتورة بعد كذلك عندكم مشاركة أيضا نسيت اسمه والله حتى أنا اسمه صعب شوي بس هو الملقب ببادمان بادمان أيها شخصية هندية رائعة الصراحة وقصته جدا ملهمة ومؤثرة لأنه مبتكر هو من قرية جدا فقيرة في ضواحي في الهند وبادمان نسميه للتسهيل في فيلم هندي ترى اسمه بادمان أنصحكم يشوفون لأنه يحكي قصة هذا الشخص الملهم نحن صاحب الشخصية الرئيسية رحي يكون موجود معنا في المنتدى ونحن بنعرض الفيلم بعد يعني نحن عندنا أول يوم من المنتدى بعد ما تخلص الجلسات العلمية للمنتدى في مركز دبي التجاري رح نعرض الفيلم خذنا حقوق النشر من الشركة المنتج اللي هي سوني ومن صاحب الشخصية طبعا قصته هي بكل بساطة أنه إنسان بسيط عادي كان اتأثر جدا بمعاناة زوجته أثناء يعني حياتهم الزوجية فقرر أن يبتكر لها حلول أن تساعدها على الحفاظ على صحتها وصحتها البدنية يعني فعانى كثيرا في ابتكارة هذا لدرجة أنه تغرب لدرجة أنه حصل الصد من المجتمع بس حاول ما يأس لدرجة أنه حتى اشتغل مثل ما نقول بالعامية بشكار في بيت بروفسور جامعي بس عشان يقدر يتوصل لهذا البروفيسور أن يكلم عساسا أنه يعطينا صائح حق ابتكارة وعقب ما حصل على جائزة الابتكارة لعروض كثيرة بأنه يبيع هذا الابتكار عشان يستثمر فيه فهو رفض وفضل أن ينتج هذا الابتكار ويوزعه في قرى في الهند على أساس أنه ينشر الوعي الكل يستفيد منه وبنفس الوقت شغل سعره يكون قليل بعد كذلك لأنه صناعة محلي بس الحلو أنه استثمر حتى في الحريم يعني على سبيل المثال شغل نساء من هذه القرى يشتغلون في المصانع هذه اللي هو أنجزها والعائد المادي يتوزع في القرية يعني هو ما أخذ ولا شيء وما زال عايش كإنسان بسيط فقير مع أن يعني الابتكار اللي هو سوى جداً راقي وأنقذ حياة الكثير من النساء طبعاً أيضاً ما أخبركم شو الابتكار تعالوا حضروا المنتدى عشان تتعرفون لا وبعد دكتورة يعني أنا ما قدر أخبركم بعد إذا دكتورة ما أبدأ لكم لكن يا جماعة الخير الفكرة وين دكتورة القصة الملهمة أن هذا الريال الآن متحدث في منظمة الصحة العالمية وإيضاً تم تكريمة من جهات رفيعة المستوى على مستوى العالم ولكن يعني كان ممكن يصير دكتورة ملياردير طبعاً ولكن أنه آثر أن شوفوا هنا يعني الواحد يحترم مثل هذه الشخصيات أنه آثر أن الاختراع هذا يوصل بثمن بخص للمستفيدين منه للحفاظ على صحة الناس أيضاً دكتورة لأول مرة في تاريخ منتدى دبي الصحي هناك شغلة سميتوها هاكاثون دبي الصحي خليناً نتكلم عن هذا الهاكاثون طبعاً نحن سمعنا عن العديد من الهاكاثون اللي ينظم في دبي والله الحمد لآثار جداً رائعة على الابتكار وعلى إيجاد الحلول الذكية المبتكرة لكن اللي يميز الهاكاثون الصحي أنه لأول مرة في المنطقة جهة صحية تخصص هاكاثون لخدمة أصحاب الهمم طبعاً مثل ما ذكرنا من قبل أن هذا الهاكاثون رح يطرق لثلاث محاور المحور الأول هي الإعاقة الذهنية والإعاقة النفسية والإعاقة الحركية طبعاً في عندنا أكثر من ثلاث وخمسين مشارك من عدة دول أغلبهم طلبة جامعات مبرمجين رح يشاركونا في الهاكاثون يشتغلون على هذه الابتكارات طبعاً الهاكاثون مش مجرد أنهم يحضرون عشان يشتغلون أو يبرمجون أي تطبيق لكن بعد في جلسات حوارية وفي محاضرات رح يكون يشاركنا متحدثين من اي بي ام ومن اماي تي ومن شركات عالمية وفي عندنا لهم انجازاتهم في نفس المجال عندنا المبتكرة ريم المرزوقي وفي عندنا بعد الكابتن ماجد العصيمي اللي رح يشاركونا كمتحدثين ملهمين على أساس أن يشجعون هذي للشباب للابتكار ويقربون الأفكار لهم في النهاية نحن بنطلع بثلاث حلول أو ثلاث أفكار بنشتغل مع المبتكرين عليها لين أسبوع الابتكار رح نعلن الفائز وطبعا الفائز رح يحظى بجائزة مالية لكن بنفس الوقت رح نكون نحن كهيئة الصحة في دبي مثل الجهة الحاضنة لابتكارة وإن شاء الله بعد عام في المنتدى الياي رح نعلن عن النتائج لأننا نحن بنحاول أن نطبق هذا الابتكار وعشان يستفيد منه أكبر عدد ممكن من أصحاب الهمم جميل كامل الجوائز الدكتورة إلى المبالغ كبيرة أنا أبغي أذكر 60 ألف الجائزة الثانية أعتقد كانت أربعين والجائزة الثالثة عشرين ألف إذن هذه مخصصة للفائزين بهاكاثون دبي الصحة ولكن الجائزة الأكبر دكتورة هو تبني هيئة الصحة بدبي لهذا الابتكار أو للمشروع الفائز وإدخال حيز التطبيق إذن الفعاليات كثيرة دكتورة في عندكم محاور رئيسية استنتوا عليها في تنظيم هذا المنتدى خلينا نذكر بهذه المحاور السبعة اللي هو صحة الأسرة والمجتمع عندنا القوى البشرية العاملة في مجال الصحة الرعاية الصحية التي تركز على المريض الصحة العامة الاقتصاد المستدام التكنولوجيا والابتكارات الشباب والرعاية الصحية الاستثمار في جيل الشباب هذا واحد من المحاور الجميلة جدا دكتورة اللي أنتو ركزتوا عليها في شيء نسيت لا هي هذه كلها هذه كلها طيب أيضا دكتورة شو عندنا في المنتدى ما ذكرناه عندنا المعرض المصاحب المعرض المعرض نحنا كل سنة طبعا يكون في معرض عشان نعرض آخر الابتكارات في المجال الصحي لكن هاي سنرتقينا أن نحن نغير شوية ما اتجهنا للشركات العالمية ولكن اتجهنا للشركات الناشئة والسبب كان أن نحن أولا نبغي نركز على الابتكارات نبغي ندعم الشباب طبعا الشركات الناشئة كلها يقوم عليها شباب سواء كانوا من الإمارات أو من خارج الدولة والجدير بالذكر هنا أنه عندنا ثلاث مبتكرين إماراتيين مشاركين في المعرض والجميل أنه نحن جهزنا لكل العارضين جلسات يقعدون مع مستثمرين من داخل الدولة في القطاع الحكومي القطاع الخاص فهذا رح يدعمهم ورح يشجحهم على أنهم يبتكرون حلول يديدة والجميل بعد أيضا في هذا المعرض أنه رح نتابعوا ورح نحاول أن نتبنى الأفكار التي تخدم مجتمعنا داخل دولة الإمارات وبالأحراف في دبي على أساس أن تكون الاستفادة كبيرة قد يكون الابتكار هذا ليس مكتمل أو لا يخدم الفئات التي نختارها لكن نحن نستعدين في هيئة الصحة في دبي وأيضا في القطاع الخاص أن نشتغل وياهم مثل ما تقول تطوير الفكرة لتخدم أكبر عدد من المجتمع مسألة جميلة جدا كم أنتم تفكرون بهذا الشكل دكتور أنكم تجمعون ما بينها هذه الأفكار الشابة مع يعني المستثمرين في هذا المجال لأن من النادر ما نحصل مؤتمرات أو منتديات ممكن أن تتوجه هذا التوجه هنا في سؤال يقول من هي الفنانة المصابة إليسة يسرون عن الفنانة المصابة طيب أيضا غير المنتدى دكتور في جلسة من الجلسات غفلنا عنها أو ما ذكرناها حابت يعني تأكدين عليها أو شي ما أدري أنا لأن ما شاء الله تكلمنا في معظم جوانب هذا المنتدى ولكن أحيانا الواحد يغفل عن شغلة أو شي نحن 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 نوجه دعوة لكل الجامعات والمدارس في الدولة أنهم يشاركون بالسماح لطلبتهم بأنهم يحضرون جلسة الميت موجه من النادر جدا أنك تحصل شخصية مثل معالي حميد القطامي أنه يخص الساعة كاملة لتوجيه الشباب وأن تكون في بيئة كل الحضور فيها شباب وبتنظيم من وزيرة الشباب فأنا أتمنى من كافة الجامعات أنهم يسمحون للشباب أنهم يحضرون للاستفادة غير عن هذا أن الشباب بعد ما يخصون من هذه الجلسة سيكون لهم الفرصة أنهم يزورون المعرض ويتعرفون على الإبتكارات المعروضة ويكون دافع أنهم بعد يستثمرون جهد في الإبتكار وبنفس الوقت يزيرون الهاكثان ويشوفون كيف الطلبة طلبة البرمجة متواجدين على أنهم يطلعون الحلول فهذه فرصة جميلة لأن يشوفونها ويشاركون فيها الشباب غير عن هذا إذا كان أي شخص حابب أن ابنه أو بنته يشاركون ويحضرون المنتدى فالتسجيل بالمجان للشباب وممكن أنهم يسجلون عبر دباي healthforum.org ويتفضلون نحن يعني بنسمح لهم أن يحضرون كافة الجلسات المعارض والهاكثان بعد جميل إذن منتدى دبي الصحي يناقش الابتكار في الرعاية الطبية والاستثمار في جيل الشباب هذه دعوة نوجهها لكل المعنيين بالتسجيل عبر الموقع لذكرات الدكتور اللي هو dubaihealthforum.org للاستفادة من كافة برامج المنتدى دكتور نحن نتمنى كم التوفيق في هذا المنتدى شاكرين لكم طرح هذه المواضيع القيمة جدا والتركيز على الاستثمار في جيل الشباب مع مناقشة الابتكار في الرعاية الطبية والصحية كل التوفيق وبكرا إن شاء الله بيكون عندنا نقل مباشر من موقع الحدث لفعاليات هذا المنتدى شكرا جزيلا دكتورة شكرا لاحتمالكم كل شكر لدكتورة منال تريا من المدير التنفيذ لقطاع الرعاية الصحية الأولية أيضا مثل ما ذكرنا منتدى دبي الصحي يقام برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المنتدى ستنطلق أعماله يوم غد الاثنين بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى سوف يشارك بها العديد من القيادات الصحية من أطباء خبراء صنع قرار من مختلف دول العالم إذن 21 و22 يناير مع الحدث الصحي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد يكون في المنطقة 1500 مشارك و42 متحدث 15 دولة تشارك في هذا المنتدى يصاحب المنتدى أيضا منصة لعرض آخر ابتكارات والتقنيات الصحية الذكية أيضا هناك مثل ما ذكرت الدكتورة معرض متخصص تشارك به 20 شركة وفي دعم كبير للشباب المنتدى يعني تنعقد على هامشة بعد كذلك يعني أنا أعطيكم ملخص اللي قالت الدكتورة هكثون دبي الصحي هذا اللي يعقد للمرة الأولى على مستوى القطاع الصحي في الدولة تمتد أعمالها لثلاثين ساعة ويناقش ويطرح التجارب والحلوذ ذكي متصلة برعاية أصحاب الهمم والقضايا التي تهم هذه الفئة المهمة من جميع المجتمعات عموما فعاليات كثيرة حضوركم يشرفنا سجلوا وحاولونكم تتواجدون ضمن أعمال هذا المنتدى أكيد بتحصر لك جلسة تهتم فيها بتحضر عيسى؟ طبعا لا عندك برنامج على وشقة بتحضر شكرا لتش نجاحة السويدي كانت معنا في التنسيق كل شكر لعيسى سبيل مخرجنا وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد من موقع الحدث موقع منتدى دبي الصحي حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي تحياتي